فروق نحوية الفرق بين إذن بالتنوين وإذا بدون تنوين وإذن بحرف النون إذن بالتنوين حرف جواب وتوكيد لا محل له من الإعراب فقوله تعالى إنا إذن لخاسرون فإذن هنا حرف جواب وتوكيد يجوز الاستغناء عنه في الكلام ويكون أصل الكلام إنا لخاسرون أما إذا دون تنوين فهي اسم وهي ظرف زمان مفعول فيه فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان في محل نصب مفعول فيه إذن حرف جواب ونصب وهذه مختصة بالدخول على الفعل المضارع فقولنا إذن تنجح لمن قال سأذاكر دروسي إذن حرف جواب ونصب دل على المستقبل مبنى على السكون لا محل لهم الإعراب تنجح فعل مضارع منصوب خب إذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ترجمة نانسي قنقر